موسيقى صدقت الحكومة الإسرائيلية على فرض الإغلاق التام والذي يبدأ من الساعة الثانية من ظهر الجمعة ويستمر حتى نهاية الأعياد اليهودية جاء هذا الإغلاق بعد اجتماعات عقدها كبانة كورونا للحد من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل بعد تسجيل ارتفاع كبير خلال الأيام الأخيرة حيث تم تسجيل نحو 14 ألف إصابة بكورونا خلال يومين فقط ما دفع وزير الأمن بني جانس للإعازي للجيش الإسرائيلي ببناء مشفى ميداني جديد هذا ويشمل الإغلاق التام تشديدات إضافية على الإغلاق الحالي الذي دخل أسبوعه الثاني ويشمل إغلاق الأسواق وعدم خروج موظفي القطاع الخاص لأعمالهم إلا لمن يعمل في مكان عمل حيوي كجهاز الصحة بالإضافة إلى فرض تقييدات مشددة على المظاهرات وأداء الصلوات خلال فترة الأعياد اليهودية 16 يوما سيستمر الإغلاق الشامل الذي فرضه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيومين نتنياهو رغم معارضة مسؤول ملف الكورونا روني جيمزو وفيه ستغلق أكثر من 50% من أماكن العمل في القطاعين العام والخاص ويرى جيمزو أن هذه الخطوات سوف تضر بالاقتصاد بشكل كبير وفي الوقت الذي طالب جمزو إغلاق الكنس خاصة بما يعرف بيوم الغفران اتخذ قرار بتجديد الإجراءات في دور العبادة وعلى التظاهرات وليس وقفها لا تزال أعداد المصابين بفيروس كورونا تسجل أرقاما قياسية لكن قرار الإغلاق الشامل بهذا الشكل يرى به الكثيرون بأنه لأهداف سياسية بحتة من قبل نتنياهو فهذا الإغلاق عارضه معظم أعضاء الكابينيت ولا يرون أن الوضع يحتاج في هذه المرحلة لهذا الإغلاق وقد سرب عن النقاش بين جمزو ونتنياهو حول ضرورة الإغلاق الشامل التي عارضها جمزو بأن نتنياهو قال للأخير لطالما عارضت أراء المختصين ولا طالما نجح الأمر إذن هي نقاشات ماراتونية نتائجها ليست بالضرورة ملحة بقدر ما هو واضح بأن لنتنياهو أهدافه السياسية التي تهدف إلى وقف صوت هؤلاء المعارضين في شارع بلفور وصوت هؤلاء المعارضين الذين يقفون كل ليلة سبت في مفارق البلاد نشر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في خيم دي البلت أوضيحا حول الموقف القضائي حول كيفية تنظيم أو تقييد التظاهرات الأسبوعية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي تقودها حركة الأعلام السوداء خلال فترة تشديد الإغلاق العام في البلاد وقال من دي البلت أنه في حال فرض الإغلاق العام وفي ظل مستوى العدوى الأخذ بالارتفاع بالإمكان تحديد حق التظاهر بشكل جدي لكن من أجل القيام بذلك هناك حاجة لتعديل القانون وتعريفات التقييدات الجديدة على حد تعبيره وأشار أنه في حال استمر الإغلاق على ما هو عليه بأنه بالإمكان تنظيم تظاهرات في بلفور بمشاركة ألفي متظاهر ولكن في حال الإعلان عن حالة طوارئ خاصة فإنه بالإمكان تنظيم التظاهرات بمشاركة عشرين شخصا فقط على بعد كيلومتر واحد على الأكثر من مكان سكنهم بدورها ردت حركة الرايات السود في بيان لها على المقترح مهاجمة حزب كحولفان وصف إياه بالخنوع وكمخرب للديمقراطية كما وأبدت رفضها الالتزام بهذه التعليمات مضيفة أنه لا يوجد شيء اسمه التظاهر على بعد كيلومتر واحد من البيت وأن الحركة ستعود للتظاهر أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل سبعة ألاف إصابة بفيروس كورونا وهو ذروة جديدة غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي في حصيلة الإصابات اليومية في البلاد كما تباصل وفيات كورونا تسجيل معدلات قياسية حيث سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 31 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1335 حالة وفاة وأشرت الوزارة إلى أن نسبة الإصابة والعدوى ارتفعت إلى 2.10 فارزة 4% وهي أعلى معدل يسجل منذ انتشار الفيروس في البلاد منذ آذار الماضي أشرت معطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية لارتفاع عدد الإصابات النشطة في مدينة الناصرة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث وصلت إلى 544 حالة فيما ارتفعت الإصابات في يفا الناصرة إلى 136 حالة وفي مسح أجرته الوزارة تبين أنه يمكث في أقصام كورونا داخل مشا في مدينة الناصرة 41 مصابا بينهم 29 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة وفي قسم كورونا في مشفى الإنجليزي في الناصرة تم استقبال 25 مريضا بينهم 16 حالة خطيرة بعضهم موصول بجهاز التنفس الاصطناعي فيما استقبل قسم كورونا في مشفى العائلة المقدسة 16 مريضا بكورونا بينهم 13 شخصا بحالة خطيرة واثنان بحالة متوسطة بالإضافة إلى حالة طفيفة أزالت جائحة كورونا السطارة عن الأزمة الكبيرة التي تضرب جهاز الصحة في إسرائيل منذ سنوات والذي يقف اليوم على حافة الانهيار في المشافي والمراكز الصحية لتصل في هذه المرة إلى المختبرات الطبية وهي المسؤولة عن تشخيص المصابين بكورونا وتعاني منذ سنوات من شحن في الميزانيات وضع المختبرات بدولي من سنين طويلة كان صعب والوضع تفاقم أكثر بفترة الكورونا هذا الوضع الذي يجعل وزارة الصحة بالفترة الأخيرة تكون بدعم المستشفيات وبالذات المختبرات لأنه شافت تقدش الحلقة هاي ضعيفة وهي اليوم تسند عليها كل برنامج التعامل مع الكورونا إن كان بالدولة أو بالوسط العربي المختبرات بالوسط العربي محدودة جدا في الوقت الذي شكك به نائب المدير العام لوزارة الصحة بروفيسور جروتو بمدى دقة فحوصات كورونا تفاقمت الأزمة مع وصول عدد الفحوصات اليومية لكورونا إلى نحو 55 ألف فحص إلا أن المختبرات في إسرائيل مجتمعة لا تستوعب أكثر من 50 ألف فحص يوميا فالنقص في الموارد والقوى البشرية هو السبب الرئيس في هذه الأزمة ما يجعل المختبرات الصحية اليوم عرضة للإنهيار في أي لحظة طبعا اليوم القدرة الاستعابية تبعت المختبرات صارت أكثر بكتير من قبل نحن كنا بالآخر جمعة عم نحكي عن 55 ألف فحص عم بيكون في النهار ونصل إلى 60 ألف فحص في النهار واليوم الحديث بيدور مع كل الإغلاق اللي رح يكون أنه نحاول نكبر القدرة الاستعابية لـ 100 ألف فحص في اليوم للأسف مع تكبير عدد الفحوصات اللي عم بيكون في آخر فترة النسبة الإيجابيين عم ترتفع بشكل عام إحنا منكبر عدد الفحوصات حتى نقدر نفحص أكتر كمية ناس منتوقع أنه كل ما كبرت عدد الفحص النسبة تبعت الإيجابيين تقل ليش عم بيكون عكسي؟ أنه كمان نسبة الفحوصات عم تكبر عملياً كمية الفحوصات عم تكبر وكمان نسبة الإيجابيين عم تكبر وهذا الإشي يقول أنك انت بحاجة تكبر أكتر عدد الفحوصات حتى تقلل نسبة الإيجابيين تقدر تحسي عدد الأشخاص كلياتهم تقدر تعملهم للتحقيق الوبائي حتى تقدر تمتنع من انتشار العدوى انهيار المختبرات وانهيار المستشفيات إذا كنت فيه علاج سريع للقوة العاملة بكل الأقسام عامة بالمستشفى وبالمختبرات خاصة رح يكون صعب كتير نكون بواجبنا إحنا منترجى كل من بيقدر يدعم بالذات الوسط العربي لأنه إحنا متأخرين كذا خطوة عن باقي المحلات اليهودية فترة الشتاء رح تكون حسب التقديرات أصعب وأصعب وضعنا ككادر كمان إحنا بوضع حاليا مش كافي رح منحاول نجيب كمان الناس ونطلب مساندة وزارة الصحة إنه تدعم مستشفى حتى نقدر نكون بواجبنا تجاه أهد البلدنا وكل من بيجي للمستشفى مع بداية فصل الخريف ترتفع وطيرة الفحوصات في المختبرات بشكل كبير للأمراض الموسمية كالإنفل وانزا وغيرها ما يشكل ضغطا هائلا على المختبرات الطبية في حال استمرت الحكومة ووزارة الصحة بإهمالها أظهر آخر استطلاعا للرأي تراجعا إضافيا في قوة الليكودي برئاسة بن يمين نتنياهو الذي حصل على 29 مقعدا فيما ازدادت قوة البيت اليهودي برئاسة نفتال بنيت حيث جاء بالمرتبة الثانية بـ 21 مقعدا أما المفاجأة الكبرى فكانت فعاتشا شبيت التي تحصل على ثمانية مقاعد في حال ترشحها لوحدها نتائج تؤشر إلى أن تطبيع العلاقات مع أكثر من دولة عربية لم تشفع لنتنياهو بل أن الأوضاع الاقتصادية والصحية هي جل ما يشغل الشارع الإسرائيلي الشارع الإسرائيلي مقتنع تماما أنه بن يمين نتنياهو يعمل ما يعمله من أجل أن يتهرب من المحكمة وأنا أرى أيضا انتخابات قادمة ليست بعيدة نتيجة الأزمة السياسية الموجودة في الدولة الشارع الإسرائيلي موجود في أزمة اقتصادية قبيرة جدا وأخيرا سيدفع تمنها بن يمين نتنياهو نحن نذكر أن في الثلاث معركة الانتخابية الأخيرة بن يمين نتنياهو لم يستطع أن يحصل على النسبة المطلوبة من أجل تعليف حكومة عمليا هو فشل ومن هنا التراجع لبنياني هو يعرف ذلك لذلك يريد أن يكون ديكتاتور يكون حالة طوارئ ويمنع المظاهرات ورغم تراجع نتنياهو في استطلاعات الرأي إلا أن ذلك لم يمنع انزياح الشارع الإسرائيلي نحو اليمين واليمين المتطرف وضعف أحزاب ما يعرف باليسار والمركز حيث يحصل معسكر اليمين بحسب الاستطلاع على 66 مقعدا دون حزب إسرائيل بيتينو بينما تحافظ القائمة المشتركة على قوتها بـ 15 مقعدا يعني أنت عم تحكي بتعمل استطلاع رأي لما الحكومة برئاسة الليكود بتعلن إغلاق إغلاق يعني فيه يعني هنا فيه يعني فيه عادة نسمح للناس بالخروج فيه ضرار اقتصادي كذا فواضح هذا الثلاث أربع اللي بسموه نيني كراسي أو مقاعد لاليكود خسرتين بسبب الإغلاق بس مش هدительно المهم المهم أنه النصوات لما تروح من الليكود ما بتروح إلى المعسكر المنافس ما بتروح إلى حزب العمل ما بتروح إلى ميرس أو ما كان يسمى باليسار الإسرائيلي بتروح إلى معسكر اليمين هذا المهم أنه معسكر اليمين عم بكبر من انتخابات شهر أربعة 2019 لحد اليوم معسكر اليمين عم بزيد لحتى وصلنا الوضع أنه لبرمان اللي هو أخص اليمين بطل يحسب مع معسكر اليمين وأصبح معسكر اليمين عنده 66 ويسعى نتنياهو إلى تعزيز قواته كي يتمكن من سن القوانين وتعيين كبار الموظفين في الدولة وفقا لمصالحه الشخصية التي تمنحه حصانة من المحاكمة إلا أن تراجع قواته في الشارع الإسرائيلي نتيجة فشله في إدارة أزمة كورونا واستمرار المظاهرات المناهضة له تشكل عائقا مركزيا أمامه أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في بيان محاولات جمعية عتيدنا التغلغل في أوساط الشبان العرب بهدف تدويبهم في مشروع الأسرلة الذي جاء ليكرس مفهوم الدولة اليهودية تحقيقا لقانون القومية وكانت لجنة المتابعة العليا قد عقدت اجتماعا لها عبر تطبيق الزوم حضره رئيز اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المحامي مدار يونس واستمعت خلاله إلى أراء لجنة متابعة قضايا التعليم العربي وأراء المختصين الذين وكبوا عمل الجمعيات الشبابية وأكدت لجنة المتابعة أن جمعية عتيدنا تسعى لاختراق المجتمع الشبابي من خلال لافتات ومسميات براقة مثل صناعة قيادة شبابية ودعم الطلاب في تعليمهم الجامعي وغيرها من الشعارات وفي صلب مبادئها العمل على تعزيز اندماج العرب في إسرائيل وتشجيع اعترافهم بإسرائيل على أنها يهودية ديمقراطية ودعت لجنة المتابعة إلى التواصل مع رؤساء السلطات المحلية العربية التي فتحت فروعا لهذه الجمعية أحطهم على رفض التعاون مع هذه الحركة وإغلاق الأبواب أمامها تتفاقم الأزمة الاقتصادية بالتزامن مع استمرار امتشار العدوى في البلاد ليكون الإغلاق الثاني ضربة قاسية على العمال وأصحاب المصالح الخاصة حيث وصل عدد العمال العاطلين عن العمل إلى تسع وثلاثين ألف عامل في يوم واحد فقط إذا نحن نجي نطلع اليوم على قضية الوضع الاقتصادي فمنلقي يمثل أو يترجم بناحية العدد العاطلين عن العمل في إسرائيل يعني إحنا نجي نعرف في الجولة الأولى كان وصل مليون مليون ومتين ألف إنسان عاطلين عن العمل اللي كانوا يتقاضوا البطالة من الإذن المدفوع الراتب هنما يقارب مليون إنسان أنه فيه ناس ما كانوا يستوفوا الشروط للبطالة ونزلت إلى خمسمية ستمية وخمسين إنسان عاطل عمل لكن نحن اليوم بهاي الفترة من يوم ما بلشت الأزمة الجديدة الثاني نسميها الأزمة الثانية الجولة الثانية من الأزمة ارتفعت نسبة البطالة وصلت اليوم وصلت اليوم وقفة على 850 ألف إنسان عاطل العمل يشكل مجتمع العربي من شح الميزانيات لمواجهة أزمة كورونا حيث يظهر جليا تراجع سوق العمل والركود الاقتصادي في عدد المحلات التجارية المغلقة منذ أشهر ويزداد الأمر صعوبة كلما زادت تخبطات الحكومة حول إدارة الأزمة وتشديد التقييدات على المواطنين الوضع اليوم يعني العام البسيط لا يحسد عليه طبعا في عدد هائلة جدا من الشباب اللي عاطلين عن العمل قسم كبير من الموظفين طبعا طلعوا له إجازة بدون راتب وهذا بسبب عبء شديد جدا على الاقتصاد العائلي وعن نشوف هذا طبعا إحنا بنعكس على أرض الواقع في الحركة التجارية اللي ما شفنا سابقة لإلها الناس ميت منيجو عمي الناس بتفرجيش بس هاي كلها مظاهر مظاهر العلم روح في بيوت فيش فياريب خبز فيش فيش لا 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 صدقي صدقي وانا قاعد بقول لنا الناس اللي معها واللي بتعمل عكل وتعمل خلي روح يفقدوا الناس اللي ما عاش عكل يطعموهن ولاش يكبوا العكل بزبالي كبواهش بزبالي حرام الله بيقبلوا الشهداء المطلم هي أكثر من النص بطالة مأثرة والله ساعد اللي ما عاشه قليل وبروح ثلاثة اربعة وشو ساوي بيلاقيش خبز يوكل على كل حال الحمد لله اللي ما صارش أعطل من هيك ما بين أزمة الثقة وعدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر بشكل خطير على إدارة أزمة كورونا يقع الموظفون والعاملون ضحية تخبط حكومي مستمر في اتخاذ القرارات لتأتي هذه الضربات مضاعفة على المجتمع العربي والذي يعاني من التمييز والإقصاء المستمر في التوزيع العادل للميزانيات والتعويضات أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أنه تم التوصل إلى رؤية واضحة لإجراء انتخابات عامة وفق التمثيل النسبي وذلك بعد حوار مكثف مع وفد حركة حماس واصفا ذلك بالنقلة النوعية في الحوار الوطني الفلسطيني هذا وأشار الرجوب إلى أنه سيتم إجراء انتخابات وفق التمثيل النسبي بتدرج لا يتجاوز ستة شهور وذلك بهدف بناء حكم ونظام سياسي قائم على أسس ديمقراطية هذا الحوار كان مكثفا واستراتيجيا وتوصلنا إلى رؤية واضحة لآليات بناء الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وفق التمثيل النسبي تبدأ بانتخابات في المجلس التشريعي يتلوء الرئاسي ومن ثم المجلس الوطني حيث نستطيع الانتخاب وبالتوافق حيثما لا نستطيع واعتبار المرحلة الأولى هي جزء من المجلس الوطني لما يتمتع به الأعضاء للمجلس التشريعي بعضوية أصيلة في المجلس الوطني برأينا أن هذا شكل نقلي نوعي في الحوار الوطني والآن المطلوب عقد اجتماع خلال أسبوع للأمناء العامين للاتفاق على آليات مواصلة مسيرة بناء الشراكة الوطنية المرتكزة على مشروع الدولي ومشروع المقاومة الشعبية لمواجهة صفقة القرن والضم والتطبيع وهذا الاحتلال العنصري والفاشي وفي وقت سابق أكد وفدا حركتاه فتح وحماس العهد والالتزام للشعب الفلسطيني في كل مكان بالعمل المشترك والموحد في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه وتصدي لكل المؤامرات حتى تحقيق الاستقلال الكامل متمثلا في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس أنا أدعو كل الفلسطينيين أن يلتفوا حول هذا الجهد الذي يؤسس إلى حياة ديمقراطية حياة فيها كل أسباب البيئة الإيجابية في علاقتنا الداخلية وفي وحدتنا لمواجهة ولإنهاء مشروع التصفية الإسرائيلي المدعوم من الأمريكان واتفق الوفدان القياديان خلال اللقاء الذي جرى بينهما في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في اسطنبول على إنتاج رؤية متفق عليها بين الوفدين على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية هذا وسيتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامون تحت رعاية رئيس الفلسطيني محمود عباس على أن لا يتجاوز ذلك الأول من تشرين الأول بحيث يبدأ المصاري العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا رفض القيادة الفلسطينية لكافة محاولات الابتزاز الإسرائيلية المتعلقة بأموال المقاصة مطالبا إسرائيل احترام كافة الاتفاقيات الموقعة وبحث اشتيا خلال استقباله القنصر البريطاني العام فيليب هول بمدينة رامالله مستجدات الأوضاع السياسية وتوجه القيادة الفلسطينية نحو إجراء انتخابات عامة في فلسطين بعد الحوار الإيجابي بين حركتي فتح وحماس وإعادة الوحدة الوطنية وشدد اشتيا على أهمية المساعدات الأوروبية والبريطانية التي تقدم لفلسطين ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونوروى في ظل انحصار الدعم المالي الأمريكي والعربي أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمة ألقاها أمام الدورة الخامسة والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة له وعاصمتها القدس غير قابل للتصرف أو المساومة مؤكدا أن القضية الفلسطينية تبقى بالنسبة للجزائر وشعبها قضية مقدسة بل أم القضايا وجدد الرئيس تبون قناعته بأن التسفية القضية الفلسطينية تعتبر مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط مؤكدا دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو أساس الاستقرار في الشرق الأوسط هذا ما أكده رؤساء دول في كلماتهم في اليوم الثاني من أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنعاقد افتراضيا ضمن تداعيات فيروس كورونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعودة أكد أن السلامة في الشرق الأوسط هو خيار استراتيجي وأن بلاده تدعم الجهود الرمية لإحقاقه من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات وأن المملكة طرحت عددها مبادرات للسلام منها مبادرة السلام العربية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني طرحت المملكة مبادرات السلام منذ 1981 تضمنت مبادرة السلام العربية بمرتكزات حال شامل وعادل السلام العربي الإسرائيلي ويكفل حصول الشعب الرسطيني السقيق على حقوق المشروعة ومقدمتها قيام دولة المستقلة وعاصمة القدس الشرقية وفي كلمته أكد رئيس جمهورية العراق برهم صالح موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية مشددا على ضرورة إيجاد حال عادل وشامل للقضية الأمر الذي سيساعد في استقرار المنطقة والعالم يؤكد العراق موقفه بضرورة حل للقضية الفلسطينية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وهذا ما يساعد في استقرار المنطقة والعالم واعتبر رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد طابون أن مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط هو الحال العادل والشامل للقضية مؤكدا أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة غير قابل للتصرف أو المساومة نعبر مجددا عن دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف أو المساومة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف قناعة مننا بأن تسويتها تعتبر مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط هذا وضع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون إلى التمسك بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة ومنها قرار حق العودة رقم 194 اليوم ومع مرور 75 عاما على إنشاء منظمة الأمم المتحدة ومع الحديث المتزايد عن الحلول في منطقة الشرق الأوسط نعيد التأكيد على التمسك بالمبادئ التي قامت عليها المنظمة وأهمها حرمة الحدود الدولية المعترف بها والتشديد على أن أي مفاوضات ومهما كانت صيغتها أو الجهة التي تقوم بها يجب أن تتطرق إلى الحلول المستدامة التي ترعاها المرجعيات المعنية لا سيما قرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 194 الذي يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة كما نذكر في هذا الإطار بالمبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت العام 2002 رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو في كلمته جدد دعم بلاده وتضامنها مع الفلسطينيين مؤكدا على ضرورة احترام حقهم في دولتهم على حدود عام 67 فيما أعرب رئيس ناميبيا حاجين جوبا عن أمله بالتوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره رغم الانتكاسات السياسية بفعل ممارسات الاحتلال واستمرار إسرائيل بالتهديد بضم أراضي فلسطينية في نشاط ميداني صادرت شرطة النقب بالتعاون مع وزارة الزراعة ومفاتيشية دوريات الخضراء عشرة من رؤوس الإبل في حرش لاهب في منطقة النقب وقد تم نقل قطيع الإبل للحجر حيث من المتوقع تغريم صاحبها بعشرات آلاف الشواقل يبقى رأي الإبل في المناطق المفتوحة في الجنوب هو أمر ممنوح حسب قوانين وزارة الزراعة بعد سن ما يسمى بقانون الإبل هذه الحيوانات مجبورة بالتطعيم السنوي وأيضا تركيب شرائح تحت جلدية لمراقبة تحركاتها وتنقلها من منطقة إلى أخرى ملاحقة بشكل مستمر من قبل دوريات الخضراء التابعة لوزارة الزراعة في حال ضبطها يتم نقلها عن طريق شركة متعاقدة مع وزارة الزراعة إلى منطقة حيفا هذا النقل وهذا الحجر يكلف المزارعين البدو عشرات آلاف الشواقل يجب تدخل أعضاء الكنيسة العرب لحل هذه المهزلة والأعتراف بهذه الحيوانات وهذا القطاع كقطاع زراعي مهم في النقب والبدو الجنوب ودعت شرطة إسرائيل في بيانها أن الإبل لم تكن مرخصة أو مطعمة وكانت ترعى بدون تصاريح مرعى على حد قولها وأشارت إلى أن الإبل السائبة تشكل خطرا على حياة المسافرين في الشوارع وتنتهي أحيانا بحوادث مأساوية ويشكو مربو الإبل في النقب منذ سنوات من عدم منح وزارة الزراعة تصاريح للمرعى في منطقة الجنوب والتضييق عليهم ومصادرتها ومن التعامل بعنف وأزدار مخالفات ونقلها إلى حيفا لمضاعفة الغرامات هذا فيما إذا لم يتم إطلاق النار عليها إذا دخلت إلى مناطق عسكرية في ظل الارتفاع في عدد حوادث طرقات ناجمة عن الدراجات النارية بأشرت وزارة المواصلات الإسرائيلية في وضع أنظمة وتعديلات جديدة تتعلق بتعليم سياقة الدراجات النارية ومنها إجراء امتحان السياقة في شوارع عامة بجانب الصحات المخصصة لذلك وكانت إحصائيات نشرتها وزارة المواصلات الإسرائيلية أظهرت ارتفاع نسبة حوادث الطرق بالدراجات النارية منذ مطلع العام الحالي بنسبة 37% وبلغ عدد القتلى فيها 52 ضحية ورغم أن عدد القتلى في حوادث الطرق تراجع بنسبة 13% عن العام الماضي إلا أن السبب الأكبر في هذا التراجع يعود لتقييدات الحركة والإغلاقات التي رافقت تفشي وباء كورونا في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر